باستهدافها المستشفى الأهلي المعمداني في غطاء غزة وسغوط مؤات من الشهداء والجرحة والتصعيد الخطير في غطاء غزة مرحبا بكم وشكرا لكم حضوركم ومشاركتكم المتميزة والفعالة من أجل نصرة ودعم الشعب الفلسطيني وغضيته العادلة واستاذنكم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين سغطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المجزرة البشعة ليلحقوا بأخوانهم من الشهداء منذ بداية التصعيد أصحاب المعالي الأعضاء الحضور الكريم من وسائل الإعلام العربية يتابع البرلمان العربي مستجدات الغضية الفلسطينية والوظف في الأراضي المحتلة وخاصة في ظل التصعيد الخطير الجاري في غطاء غزة والضفة الغربية والقص منذ السبت الماضي سابعة عشرة الفين وثلاثة وعشرين حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بحرب إفادة شاملة في غطاء غزة عبر المجازر الجماعية والمجزرة التي حدثت مساء الثلاثاء سبعة عشر عشرة الفين وثلاثة وعشرين باستهداف مستشفى مع مداني في قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط مات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة في مشاهد بشعة يندي لها الجبين لجثث أطفال ونساء وشيوخ وشباب حيث تجاوز عدد الشهداء حتى هذه اللحظة بعد مجزرة المستشفى أكثر من أربع تاراف شهيدا نصفهم من الأطفال والنساء وعشر ألف جريح والإعداد في تزايد مغلق في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المتعند لقطاع غزة وقافة الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياه وكهرباء ومواد غذائية والقتل العشوائي في الضف الغربي والقصف مستنكرين هذه الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني ويؤكد البرلمان العربي أن ما حدث بمستشفى المعمداني أبادة جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تفتقر إلى أدنى مستويات القيم الإنسانية وأن غصف واستهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية والأهلية انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني محملا القوة القائمة بالاحتلال والقوة الدولية المساندة لها المسؤولية الكاملة عن ما يحدث مطالبا بوقف المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وإيصال مساعدات الإنسانية لغطاء غزة دون تأخير كما يندد البرلمان العربي بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية مؤكدا أن هذا القصف المتعمد على مسوع مرأة الجميع يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وغرارات الشرعي الدولي والإنسانية ومعتبرا أن عدم اتخاذ موقف حازم وجاد من المجتمع الدولي محاسبة سلطة الاحتلال وصمة عار وخزي على الدول الكبرى التي تدعمها ودليل قاطع على ازدوازية المعايير الذي يكشف زيف ادعاءتهم بشأن معايير حقوق الإنسان لديهم مما يفقدهم قيامهم الإخلاقية والإنسانية بعد أن يصبحوا شركاء وهو ما شجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ويدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستغرار في المنطقة وندعو الدول داعمة للصف جبراوط القوة الغائم باحتلال بالعدول عن إحيازها لها وتحكيم صوت الضمير الإنساني وأن يلتفتوا لما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية والوقوف معهم في حصارهم تجوئهم ويطالب بلما العربي ببذل كل ما يلزم لوقف النزيف الفلسطيني وفتح ممرات آمنة دون تأخير ليصال القذا والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة وتحميل قوات الاحتلال كامل مسؤولي جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة العراف القوانين الدولية ويأكد البرلمان العربي أنه حذر في عدة بيانات سابقة كان آخرها بيانة قبل أيام بتاريخ 1 أكتوبر 2023 من ممارسات استفزازية وأعمال العنف التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحمايتها للمستوطنين والمتطرفين في اعتدائهم على المواطنين الفلسطينيين واقتحامات المستوطنين المتطرفين للمجد الأقصى المبارك بقيادة شخصيات سياسية إسرائيلية متطرفة واستمح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المجد الأقصى المبارك بذريعة العياد اليهودية والتصعيد الممارس بشكل منهجي في اقتحامات المستوطنين للأقصى وحملها المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وجر المنطقة إلى ساحة حرب وكذل برلمان العربي في بيانة قبل اندلاع هذه المواجهات أنها أمر مرفوض وينذر بدفع الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية إلى مزيد من التصعيد والتوتر وتفجير الأوضاع وجر المنطقة لساحة حرب وهو ما نرى من تصعيد عنيفة خطير ومتصاعد ويأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للمجلس الوطني الفلسطيني في تحركاته الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير حماية دولية الشعب الفلسطيني مؤكدا أنه سيسعى من جانبه من خلال التواصل مباشر بالإضافة لمخاطبات الرسمية لكل البرلمانات الإقليمية والاتحادات البرلمانية والاتحاد البرلماني الدولي لبحث ممارسة كافة الضغوط الرسمية والبرلمانية والشعبية لوقف آلية الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الأرواح وجرائم الحرب وأرهاب الدولة الممنهج الذي جرمه القانون الدولي أصحاب المعالي الحضور الكريم لقد حان الوقت لجميع الدول المنتزمة بمسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف المجازر الإسرائيلية ونزيف الدم المتصاعد في الأراضي الفلسطينية والتدابير اللازمة لضمان محاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع انتهاكاتها الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض العقوبات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ونجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقي لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولي للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وعلى رأسها الحياة الحرة الكريمة في دولة الفلسطينيين مستغلة وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لغرارات الشرعية الدولية معاهدة السلام العربية فلا يعقل أن يهجر صاحب الأرض والتاريخ ليحل محل المستوطنون اليهود ونأكد رفضنا التام لتهجير أهل غزة وعادة سيناريو النكبة مرة أخرى وجدد البرلمان العربي دعم مساندة الغضية الفلسطينية باعتبارها غضية العرب الأولى والمركزية ويتوجه البرلمان العربي بتحية جلال وأكبر وتغدير للشعب الفلسطيني لصموده وكفاحة ونضال المتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتجسيد حرية وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا تسمحوا لي عندي بعض الملاحظات أو بعض النقاط المهمة أرد التركيز عليها أولا الآن كما تعلمون بأن الوضع خطير جدا ويتطلب من الجميع الوقوف مع الأخوة الفلسطينية وناصرتهم على رأسهم الشعب العربي والشعوب المسلمة لذلك أطالب باسم البرلمان العربي كل الشعب العربي وكل الشعوب العربية بمقاطعة منتجات الدول الدعمة للعدوان الغاشم على غزة وهذا دوركم هذا يأتي بنتاج أفضل من المظاهرات المظاهرات والاعتصامات هذا حق لكم مشروع ودعم للأخوة الفلسطينية لكن مقاطعة منتجات هذه الدول يجب أن تكون صارمة وهو التزام منه كعرب وكمسلمين افتجاه نصرة أخوان الفلسطينيين لكي نؤثر على هذه الدول بعد الدعم الذي حصلت التي قادته الدول الكبرى والتي قدمت لهذا الجرائم أقول لهم بأنكم أصدرتوا شهادة وفاة للضمير الإنساني والعالمي أصدرتهم لأسف شهادة وفاة للضمير العالمي حيث أنكم وقفتم مع المعتادية ضد الضحية فهذا أمر بالنسبة لنا ضد الأخلاق الإنسانية أقول للدول التي أرسلت مساعدات للقوة القائمة باحتلاله بأنكم أصبحتم شركاء في هذه المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأنكم شركاء في قتل الأطفال والنساء وكبر السن والمدنيين العزل وفق للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تصنف الهجمات المتعددة على المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحة في النزاعات المسلحة جريمة حرب ما حصل منذ يومين في قصف المستشفى هي جريمة حرب مكتملة الأركان نبهت في الجلسة الماضية في كلمته بأن الموارسات القروة القائمة بالاحتلال ستجر المنطقة إلى عدم الاستقرار ولا أمور قد تؤدي إلى حروب قد تؤدي إلى عدم وجود أي هدوء داخل منطقة فيجر المنطقة إلى الدمار بشكل لا يأتي بمصرحة أي طرف داخل هذه المنطقة نحن ندين هذه الهجمات تجاه الأخوة الفلسطينية ليس لأننا فقط عرب أو مسلمين لأننا بشر والذي يحصل الآن هو انتهاك للبشرية ولكل عوامل الإنسانية التي يتمتع بها الجميع فما يجر الآن تجاه الأخوة الفلسطينيين هو اعتداء سافر على المبادئ الإنسانية التي يجب أن تحترم خاصة في تعامل الدول الآن الدول نحن لا نقر الاعتداء على أي مدني لكن الآن تناسوا لا ينظرون لأب يحمل أشلاء ابنه أين ضميركم؟ هو هل فقط